في بيان جديد نصدره مصرف الإمارات المركزي لشهر أبريل الماضي أكد المصرف ارتفاع قيمة الوصفية بنسبة 31% على أساس سنوي لتتخطى 750 ألف مليار درهم فيما سجلت استثمارات الونوك نموا بنحو 21% لتتجاوز 666 مليار درهم هذا وضخت الونوك العاملة في الدولة 71 فارز 4 مليار درهم كتمويلات جديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وكذلك ارتفع اجمالي الاعتمام بمعدل 3 فارز 6% خلال الفترة الذاتها اذ تخطى بنهاية أبريل الماضي مبلغ تيرليوني درهم